كان فيه مشاركة قوية جدا الحياة لوزارة الانتاج الحربي في هذا المعرض فيما يتعلق كمان بعملية التصنيع المركبات اللي دخلها والموجودة والدولة هتنتجها احنا بينضم الينا وزير الانتاج الحربي سيادة الوزير أهلا بحداك سيادة الوزير يعني الحياة هذا التواجد والحضور القوي من وزارة الانتاج الحربي فيه خلال هذا المعرض واحنا بنشوف مبدرة لها أكثر من بعد وأكثر من شقه وطبعا جزء متعلق بالاستثمار والاقتصاد وتمكين المواطن المصري كمان اقتصاديا احنا في المعرض مبارح بنشترك بأكثر من منتج وأكثر من منظومة أولا منظومة متابعة محطات الوقود اللي تتمون العربيات بالغاز الطبيعي اللي بها تبقى فيه سيطرة على جميع المحطات لدى الشركة الأم اللي تبع عليها جميع المحطات دي اللي بها تبقى لشركة عرفة أعداد العربيات اللي دخلت موينة حجم الغاز اللي تمون أي أعطال في المحطة بتتنيل إليها اللي بها نقدر ناخد قرار في الوقت المنافذ لأي مشكلة تضعها ده مجال المجال الثاني كان مجال استبدال المحركات السولر هي بتعمل بالسولر بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي ودي احنا عملنا تجربة لأوتوبيس من أوتوبيسات هيئة النقل العام لمدينة القاهرة وتم تجربته لمسافة قريباً 30 ألف كيلو وظل يعمل حوالي أربع أشهر في الهيئة بنجاحه الكفاءة وإن شاء الله هنعمل الموضوع دا يعني سيد الوزير دي بعفهم عشان نوضح لسيد المشاهدين يعني دي حتى الأوتوبيسات الحديثة مثلاً ينفع إنه لو الناس تستبدل المحركات الموجودة فيها بالمحرك الجديد اللي حضرتك بتقول عليه بس هو النظرية اقتصادية مش معقول هيتبقى فيه أوتوبيس لسه جديد ومحركه جديد أو ما استبدله لمجرد إن أنا أغيره بالغاز الطبيعي احنا غالباً بتبقى المحرك قارب على إنه يدخل العمرة ولازم أعمله عمرة وبالتالي وأنا بعمله العمرة أغيره بمحرك غاز طبيعي لبنا استفدت برضو بالعمر اللي فاضل في المحرك طبعاً مش هتكلم على فوايد الغاز الطبيعي والستخدامه ومعالي وزير طبيعي بالتأكيد تكلمت على الثيئة العنصر البيئي إنما فيه عنصر مالي إنه الطبيعي كان بيوفر في اليوم طاية النقل العام حوالي 580 جنيه اليوم يعني سعر المحرك أنا ممكن أستعيده خلال أقل من 3 سنوات وهي نقصة اقتصادية مهمة جداً في العملية بالتحويل طيب سيادة الوزير فيما يتعلق به المحطات التموين أو محطات الخدمات إيه لوزارة الإنتاج الحربي بتشارك إنها تكون موجودة على مستوى الجمهورية يعني الخطة القادمة هتكون إيه بعد بداية المرحلة الأولى هو موضوع المحطات هو يخص طبعاً وزارة البترول نعم إنما إحنا بس بيشارك في المنظومة بتاعة المتابعة بتاعة المحطات الجلد الثاني اللي إحنا بيشارك فيه إحنا بنقيم خطوط الإنتاج مجموعات التحويل هي بتحول العربيات بقى اللي بتعمل بالبنزين هي عربيات تعمل بالبنزين وبالغاز نعم بتتركب مجموعة تحويل مجموعة من الضوارات الضلب مجموعة من الكنترول مجموعة التحكم مجموعة الخلط المجموعة دي والخط ده إحنا إن شاء الله هنقيمه في أحد مصانعنا لإنتاجه محلياً بالنسبة متدرجة ممكن تبقى الأول بحوالي 40 ممكن توصل ل 65% إن شاء الله إن شاء الله طب سيادة الوزير أخيراً يعني التجربة المتعلقة بتحويل الأوتوبيسات إنت إن شاء الله بإذن إحنا نشوف أكبر عدد منها في مصر أو في الشوارع المصر يعني إنت هيتم التعميم إحنا خلاص بلنضي مع معالي وزير الكنترول المحلية أول مجموعة بلخط ميت أوتوبيس إن شاء الله ده أخلاً 6 شكور يتم تحويلهم وبعد كده بنكمل لحد ألفين أوتوبيس زي ما قلت لحضرتك إحنا مرتبطين بأعمار المحركات نعم اللي برضو مش أرفق المحركات وهي جديدة فده شبب إن الخطة ممتدة شوية أنا بشكر حررتك جداً يعني على هذه المدخلة وتوضيح وكل التوفيق شكراً للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي بشكر حررتك على وجودك معنا ترجمة نانسي قنقر